في سورة البقرة الآية 137 قوله سبحانه فسيكفي كهم الله وهو السميع العليم ما هي مناسبة هذه الآية؟ وهل هي قراءتها إذا خذت مخلوقا من الجن أو الإن؟ أجل التوضيح ولكم الأجل والمنصرة إن شاء الله هذه الآية في سياق محاجة اليهود والرد عليهم حينما كفروا بعيسى عليه السلام وكفروا بمحمد على الله عليه وسلم الله أمر المسلمين أن يعلنوا إيمانهم في جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم قولوا آمنا بالله وما أنجل إلينا وما أنجل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأساط وما أنتي موسى وعيسى وما أنتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون أي لا نفرق بين أحد منهم الإيمان فنؤمن ببعضهم ونكفر بالبعض كما فعل اليهود بل نؤمن بهم جميعا ونحن له مسلمون أي منقادون لأمره سبحانه وتعالى ثم قال تعالى فإن آمنوا أي اليهود مثل ما آمنتم به فقد احدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيتهم الله وهو السميع العليل لأنهم يدعون أنهم مؤمنون مع أنهم يكفرون ببعض الرسل وهذا من التناقض العجيب إذ الإيمان لا يصح إلا بشروط وأركان منها الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام فدعوة الإيمان مع الكفر ببعض الرسل هذه دعوة باطلة أما إذا آمنوا بجميع الرسل فقد يهتدوا وآمنوا إيمان صحيح وهذا ما لم يحصلين اليهود بل إنهم أعلموا الكفر ببعض الرسل وفيه رد عليهم وإبطالوا بدعواه وأخبر الله أنه مشاق قول الله ورسوله والمشاقة أن يكون الله في شق والعبد في شق آخر هذه المشاقة والمحادة لله عز وجل وإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء قال سيكفيتهم الله والسميع العليل إذا خاف من عدو أو خاف من شر من أحد فدعا بهذا الدعاء سيكفيتهم الله والسميع العليل فهذا دعاء مشروع ودعاء نافحنا